وفي إطار الصراع بين بغداد وأربيل على محافظة التأميم قال نائب رئيس الاتحاد الوطني الكردستانيك وصلت رسول إن أوضاع الأكراد الحالية في محافظة التأميم لن تدوم طويلا وسيتم تحرير أكراد كاركوك عن قريب حسب قوله وزعم الرسول أن التاريخ أثبت منذ القدم أن مدينة كاركوك هي مدينة كردية مضيفا أن الأكراد لم يتخلوا عن كاركوك واعتبروا المدينة حقا وطنيا لهم على حد تعبيره